دقت عقارب الساعة الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة ده موعد موجز الأنباء اللي حاقتين الآن بصحبة زميلتنا لمياء حمدي فضلي لمي شكرا لك مصطفى الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بمدينة العالمين الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل مملكة البحرين وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الزعيمين اتناول العلاقات الأخوية على مختلف الأصعدة بين مصر والبحرين سياسيا واقتصاديا وتنمويا والتي ترتكز على دعائم الأخوة والثقة بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والبناء والتنمية كما استعرض الزعيمان خلال اللقائهم الأخوية عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وتم تبادل وجهة النظر والرؤى بشأنها حيث تم تأكيد أهمية تكتيف التنصيق بين البلدين الشقيقين والدفع نحو استمرار العمل على تعزيز آلية العمل العربي المشترك سعيا نحو صون حالة السلم والأمن في مواجهة شتى التحديات المتنوعة والمتصاعدة في المنطقة كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العالمين رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه در لقاء أخوي بين الرئيسين تم خلاله تأكيد قوة العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وأوضح متحدث الرئاسة أن اللقاء الأخوي بحث كذلك سبل مواصلة العمل لتعزيز أطر وآلية التعاون المشترك بين الدولتين بما في ذلك المجالة الاقتصادية والتنموية على نحو يحقق تطلعات الشعبين المصري والإماراتي نحو التقدم والاستقرار والازدهار وبحث الرئيسان كذلك مستجدات الأوضاع الأقليمية والدولية حيث تتبقت الرؤى بشأن أهمية تكتيف العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المتنامية في المنطقة والعالم وأكد الرئيسان حرصهما على مواصلة التنصيق الوثيقي على جميع المستويات في ضوء ما يربط البلدين من أواصر تاريخية وطيدة على المستويين الرسمية والشعبية يتوجه وزير الخارجية سمح شكري إلى العاصمة الإتشادية للمشاركة في الاجتماع الأول للأليات الوزرية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان والتي عقدت يوم 13 مليون الماضي بالقاهرة وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن وزراء خارجية دول الجوار سوف يبحثون في اجتماعهم مختلف جوانب الأزمة السودانية وتأثيرتها على الشعب السوداني وتدعيتها الإقليمية والدولية وأضف أن الاجتماع يهدف إلى وضع مقترحات عملية تمكن رؤساء الدول والحكومات المجاورة لسودان من التحرك الفعال للتوصل إلى حلول تضع نهاية للأزمة الحالية وتحافظ على وحدة السودان وسلامته الإقليمية ومقدرات شعبه أعلنت هيئة قناة السويس استناف عبر السفن المتبقية من قافلة الجنوب من التفريعة الشرقية الكيلومتر 51 ترقيم قناة وذكرت الهيئة في بيان أن أعمال انتشار القاطرة الغارقة ستبدأ عقب مرور السفنة الأخيرة من قافلة الجنوب وكان الفريق أسامة ربيا رئيس وهيئة قناة السويس قد أعلن نجاح فريق الإنقاذ البحري في تحديد موقع القاطرة الغارقة وأعلنت هيئة قناة السويس أن التصدم وقع خلال عبور ناقلة شاينجاز والقاطرة فهد ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة إلى الولايات المتحدة قال الرئيس الأوكراني بلوديمير زلنسكي أن قنبلة روسية موجهة أطلقت من الجو أصابت مركزا لنقل الدم في مدينة كوبيان ناسك بمنطقة خاركييف وأضاف زلنسكي أن الحادث نتج عنه وقع قتلى ومصابين كما أعلن زلنسكي أن القوات الروسية نفذت ضربة على شركة أوكرانية لتصنيع طائرات ذات أهمية استراتيجية بحسب وصفه شارك أكثر من ألف ومائة من رجال الإطفاء وأربعة عشر طائرة تحمل المياه في جهود للسيطرة على حريق غابات هائل في منطقة كاستيلو برانكو بوسط البرتغال وتسبب الحريق في تدمير مساحة تقدر بنحو ستين كيلو مترا مربعا من الغابات والشجيرات وأجلت السلطات نحو مائة شخص من ساكين القرى احترازيا لكن قائد الدفاع المدني جوديراتو أكد أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار في المنازل بسبب الحريق ذكر التلفزيون المركزي الصيني أن 21 شخصا أصيبوا وتعرضت 126 بناية لأضرار بعد زلزال بقوة 5.5 درجة درب أقليم شاندونغ في شرق الصين وأعلن مركز شبكة الزلزال الصيني أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلو مترات وهز إحدى المناطق الوقعة بمدينة دهيتشو وأشرت التلفزيون المركزي إلى أن مجموعة سكك حديد الصين قامت بتعليق بعض عمليات القاطرات على مصدرات تشمل سكك حديد بكين شنغاي وبكين كولون بعد زلزال قررت السعودية رفع أسعار معظم نفطها الخام لأسيا في سبتمبر بعد علانها تمديد الخفض الطوعي للإنتاج لمدة شهر آخر وأوضحت شركة أرامكو نفطية المملكة للدولة في بيان أن السعودية رفعت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى أسيا في سبتمبر بواقع 30 سنة للبرميل عن أغسطس ليصل إلى 3.50 دولار للبرميل فوق متوسط عمان دبي وأضافت أن سعر البيع الرسمي إلى أوروبا ارتفع أيضا دولارين للبرميل مسجلا 5.80 دولار لشهر سبتمبر فوق سعر برينت في برصة انتر كونتيننتل مشاهدينا انتهى موجز الثامنة ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل